سلام 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 تلمون سلام فحلات شكرا لكم فيديو جديد الفيديو تالي يمكنكم دعونا فحلات اللي ينضموا معي القناة نشكركم بزبزب على التفاعلتكم و هنا يلاحقوني اشتركوا في الانستغرام و دائما يتفاعلوا معي بلايستوري و اشتركوا لي امام تقسيمات اللي يحبوها او اي طلابات يحطوهم لي التماني دائما بعتوا لي الديميساج باش نقرعهم هنا قبل ما بدأوا الفيديو هذا الفيديو تكمية فيديو الماضي اضرنا فيه على تقسيم ميزانيات اسبوعية ايامي 250 الف ليناء الجزائري لكل اسبوع اليوم نهضر على اهم الخطوات و نهضر عليها بطريقة دقيقة اكتر ولكن قبل هذا ما تنسونيش بالجام كمانتر حلو كمانتما و نبدأوا الفيديو كل عادة العواية بالصلاة والسلام على رسول الله عليه و صلاة و سلام قبل ما نبدأ في الفيديو اليوم حبيت بركة نشرح و ندير نقطة كنت اضرتها على دنيا فقط لكم دايما بهذه ما التحديات هي تحديات كما قلوا لفترة محدودة تقدروا تديرهم و انتما عندكم اهداف خاصة تكون عندكم باقايا تعم بيت خزين تكون عندكم باقايا تعم قضيان شهري على الاقل يعني هذو ما النقاط اللي دايما نحب نحطها لكم من قبل لانه تقسيم ميزانية 250 الف الظروف الحالية او لا مع انه حاجات بزاف نقصوا فلو بخدةهم يعني ممكن ولكن حيكون صعيب باش نسهلوها علينا نوش دروحنا الهدك التحدي يعني من قبل ساعة لساعة نخبوا حاجات اشهر من قبل نخبوا في بيت خزينة و لا نقضيان شهري البسيط نخبوا حاجات نحطينهم كتقيق الفارينة السكر عفيسها كاقهوة حاجات اللي نكونوا حاجات اللي نقصوا الى احنا من اصروف الاسبوعي هادو النقاط كان لازم علي نوضحها مع انه كان اشخاص يعني عايشين بها يعني احنا اذا قلناها لفترة محدودة ولكن كان عباد عايشين بهذا المصروف الاسبوعي انه لابتحهم نقص بسف يعني اللي بيها من حساعة نعيش الظروف الاخرين يعني حاولوا ان نقصوا نحاولوا ان ندخلوا بطريقة دكية طريقة بسيطة يعني نقصوا الى روح نازل تذكرنا نحتاجوا مبلغ مالي في فترة وجلسة هنا الباقي تعدكم النقود بين شغل احنا نخبوه بين ادخارات طوارئ حاجات هادو ما نشروا بهم اهداف تعنا هادو حاجات كاي يكونوا مخبين يعني يكونوا قسمنا لابادينا بطريقة مضبوطة بعدها نروح الى اهم نقطة هي النقطة الوجبات الوجبات الاسبوعية هذه الوجبات اللي لازم تكون جدول ضروري هذا الجدول اللي سيكون جدول نقول لكم بلي راح نحاولوا ان اعطوا له وجبة واحدة في اليوم يعني يضيبون مرة في النهار من شغلوا لكم تقللوا الكمية طبعا لا ولكن يقول لكم بيتكون وجبة واحدة متنوعة فيها انا ديمن فضل انها يكون فيها حساء يكون فيها طبق رئيسي يكون فيها سلطات وبينسرق حلويات الجدنة على الأسبوع هذه الحلويات والآخر نحو دائما اكلات تقليدي يقول لكم اكلات تقليدي هو الاكل البسيط كيف يحاولون على وصفات بسيطة نحط لكم في انستغام وصفات جد بسيطة من وطبخين متواضع دائما نحاول ان اضعها لكم وش نضيف البيت ديالي يحب يأخذ افكار بالنسبة للنقطة التانية هو لازم لنا ان نحو يعني بكري كانت لائلة التانا يحبوا يقولوا وصفات بسيطة كانوا يحبوا يدير اقتصاده كانوا يديروا العجاجة كما يقولوا يبازيوا على العجين هذه المعارك الفطير والتخطوخة حاجة كما هكذا يديروا طعام كما يقولوا فورو بالخضر يديروا المسفوف يديروا حاجة كما هدو الليم ينقص على الرحم ميزانية كبيرة يعني العجين كما يقولوا يشبه الوصفات هدو مفاجحة تساعدكم مثال احضروا نصمها يا ربي ففل اللي حلو بتنجل مع كسرة يعني هنا تشرو الكمية المحتاجة يحتاجوها فقط لهذه الوصفة تكفيكم احبي بعض طماطيش يعني تشغل الكمية المحددة لهذه الوجبة تجمعوها تقدروا اذا كنت تكون لديكم مفاجحة كل يوم تخرجوا وكل يوم تحجوزوا على هذا الخضار يعني تشروو يوميا ويستحقوا اذا لم تكن لديكم مفاجحة لكي تخرجوا كل يوم وكنت تفضلوا تقضوا 1.5 يعني تحطوا تشروو مباشرة وكما تشووش بالكيلوات تشروو غير بالكمية البسيطة يعني عند المحلات يجعلكم ترفضوا الكمية لان انتم تفضلوها كنت تخضروا هذه الميزانية سوف نضعها في بنابي ميزانية هذه ستكون حوالي 50 ألف لكل يوم 50 ميزانية 50 ألف نحو منها الويكند الويكند سيقعدنا بقاية الأسبوع سوف نعطيكم كيفية الجوزة الويكند هنا نروح لكم نعطيكم أمثلة لبعض الوصفات الوصفات هنا يوجد الوجبة الوجبة نسب هذا هو جدول كامل متكامل ولكن هو وجبة واحدة في اليوم يعني يقعد لكم اللعشة تعشوا به وهذا طيب طفلة يقعد لكم الفطور تفضروا به هنا هنا يزيع الحساء الحساء جد مهم تعشيف لورتا هنا لدينا السلوب يطلب لهم لا يمكنهم الحساء العادية يجبون لحم كهذا اذا كان لديكم كركاسة يطلبها في البوين او لا لا يمكنهم الحساء بدون لحم الطبق الثاني يجبون هذا يجبون حساء او لا يجبون 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 سلاطات كل مرة يجبون يجبون سلاطة طماطم يجبون يجبون سلاطة يجبون تخاف تمنتع ويجبون كمية كبيرة تقدروا ترابية وهدفات تقطعوا و هنا قررت في اليوم الثاني ان ندير دائما حساء يجبون شربات لكي تعمل فوق ولكن يجبون احب ثاني يعطينا وجبة كاملة تخطوك تعفف تعبتين خضر تقدروا تديرها بطماطيش فقط كما حبيت اضعوا سلاطة الطماطم اليوم الثالث كباب طمقليات تقدروا معها غلي بولتاف يونداش والبوري اشي كيف سلاطة بتنجل يعني فلفل جيب سفهيلة بالنسبة اليوم الرابع مقارن مقارن كيم بسيطة وتضعوا المنزلية اذا قدرتوا اضعوا بالنسبة للكوسكوس دائما نضعوا بالمرقى والخضر اضعوا 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 مع صحرة خفيفة بوبكورن تخففها بالنسبة هنا سلالوبيا سلطة بطاطا بطراف جبسة اضعوا الزيتون بالجازر لكي لا تزكي الزيتون مع سلطة مصيدوان اضعوا بطاطا بطراف هذه الحاجات بسيطة وصفة خفيفة اضعوا لحم 20 ميل كما قلت لكم اضعوا لحم 75000 لحم بقري الاترانجة اضعوا 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 كمية وصفة 30 ميل 30 ميل 30 ميل 30 ميل اضعوا 60 ميل كيلو هذا اضعوا بطريقة تنقصوا على الحكم وتحسوا بهذا التحدي سهل يبقى الووكند كما قلت لكم دائما تبازيوا على سهرات حلويات بسيطة كما اشتروا حلويات عادية بسيطة اضعوا سنوات 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 كمية 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 وكما أردت الأول يجب لديكم بقية بيت الخزين ولا بقية على الشهر هذه البقية يجب أسهل كيلو سكور أي حاجة سنوات هذه الواجبات كيف سنخرج القضية لكي يكفوني المبلغ حاجة دائما نقول لكم قولوا أنتم لم تجربتوا للتحدي من قبل سيكون ساهل وعرف الظروف لديهم أهداف في الصيف يحوصوا أو لا كانوا لديهم من قبل هذا التحدي يعاونكم لكي تخبروا لبيت لكن لديهم كما قلت لكم كل واحد يبقى لا يريد أن يشيرهم معظم العائلة تجربوهم لديهم 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 كما قلت لكم لوحم عادية لا تحسين من بنا المناح ويبقى التحدي ومصبع التحم في باب الو باب الو يفتح 76 ألف للكيلو 50 ألف تطع هذه 50 ألف نحوذة غير الصرف لكن الصرف يعطي تحكم في النقود أحسن كما قلت لديكم حموز تولادكين تقوم بعمل 20 ميل فيونداشة إلى 30 ميل تقوم بعمل جلبانة في القرن في وقتها تقوم بعمل 20 ميل تقوم بعمل 10 ألف تقوم بعمل قرنون تقوم بعمل بلد فيونداشة معهم تقوم بعمل طبق كامل متكامل غير 40 ألف فيونداشة هذه هي حاجة قادة نقول لكم عليها تقوم بعمل جلبانة في مقاطن هنا يجب أن تقوم بعمل 30 ألف تحاولون أن تنحو منها بقضيان أو تتركوا رحكم قضيان لا تنحو منها بعمل 100 ألف قضيان تقوم بعمل 300 ألف تقوم بعمل 300 ألف تلحق لكم حتى تقوم بعمل زناء بدون لحم ولكن إذا اردتوا للمشيات صغر والكميونات التي تجدوكم ترفضوا ما تحبيتكم هنا لا تقوم بعمل 60 ألف خضر أسبوع كامل يعني تقوم بعمل 20 ألف والباقي شوية 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 هذه هي حاجة نحب لبعزيكم العشرة في تقعد لكم الصرف لا تحاولوا تزيدوها لهذا الصرف لديكم ملحوم أو أجبان وطن وطن من المترجم الصرف 130 ألف ويقولون أن تود في الولايات ما الذي يريد أن تدخلكم هذا الصرف ومترجمه هذا المترجمه لذلك الخضارين هذا يجب أن ترفضوا ما أحبه هذا المشيح يسقام لكم مع كمشيح يسقام لكم مع راس شفلور صغير يسقام لها من جعفة نزيد معه زرودية نزيد معه نزيد معه لفت ونحبط ندير كلاسو بيالي ونزيد لها قطعة جبن ونزيد الزبزب بنينة بالنسبة للمياه ترفض المواد الغذائية تشوفوا أنتم لا تحتاجوا إلى زيت تشوفوا ريت الزيت على حساب الكمية تحتاجوها وانتم لا تشوفوا بما تحتاجوها تشوفوا السكر كيلو سكر قلنا ريت الزيت دوز ميل السكر بناف مينة سنك تزيدوا معه المقارون اغغوديف اي مقارون يكون تعسيم يعني حوثوا السوبيات اللي بيعوا هكا يدير غير خمسين دينار جزائري تقدروا تشوفوا معه خمس حبات بيت تزيدوا معها طن تكون صغيرة زيدوا معها العدس عشرة لفتا عدس عادي وعشرة لفتا عدس أحمر تخلطوهم مع بعض يعطيكم زبنين ويجي تقيل الثاني الأجبال تشوفوا كمية بسيطة تعجوبة كمية بسيطة تعجوبة باقي صغيرة خمسة تضيروا به فتا عشرة لفتا عشرة لفتا عشرة لفتا عشرة لفتا عشرة لفتا عشرة كنت تضيروا في فيسبوك 33 بلاتو بمئة ألف لا تريد أن تكون سوف تكونوا في الولايات لنأخذوا أفكار الثاني ننصحكم بالمواد الأجوال كما لفاغين كما حبوبكة كما تتعينهم التي تتعينهم لفتا عشرة تتعينها كما تتعينها تحيث عن نقاط البيع فيها لفتا عشرة كما تتعينها لفتا عشرة لفتا عشرة ونحن تشوفوا لفتا عشرة بعدها تذهبون تبدو طوال الخضر ثم تذهبون الميزانيات كيف تقوموا تضيرها واذا قاعد لكم بالزاف تقضوا تضيفوهما من اللوحوم يعني لحسب انتم ما الاحتياجات تاكم واشنو ما تخلوش كلش ما تصرفوش كلش ودخلوحكم بصفر دينات جزائري قبل نهاية الاسبوع لانه هكاك يجيكم بزاف صعيب هنا يا هذا التحدي كما قلت لكم في فترة محدودة نعاودها ونكررها باش ميجونوش هكا يبدو يقولوا لي مستحيل ولا كده لا لا هذا الشيء ممكن وكان بزاف عبادة معايشين بيها على الاقل نقدر نقوله الحمد لله نحاولو انه نعاونو بعض الاشخاص يحبو يدعوه تحديات كما هادو باشاك يطحو دايما شوفو لا توجدوا لاليستاكم طلو دايما على هدك جدول وجبت لانه هو لاباز انا هدايا المصروف هذا مصروف مطبخ فقط 150.000 مطبخ فقط حاجة تانية الطوارئ عندكم حطوطين تاون كوجاكم ضيف على نقول لكم في تقسيم الشهرية بازيو على الطوارئ مصروف الطوارئ الفواتل الدخارات هدو كبينين هدو ما تقسيمات لازم تكون حتى دا ما كاش عندكم تقسيمات اطفال وتقسيمات من هدوك ثلاثة جد اساسيين وما تحقروش الصرف اذا قعد لكم اي صرف الف الفين تلتالف خبوهم يعني تخبوهم لأسبوع الملحة تخبوهم لأسبوع الملحة بس كنتوا ما تقولوها بالك بزاف ولا ما هده هي انا دايما نقول لكم اللي حبي يدرتوي اللي بازع الصرف يعني ما يحقرش الصرف هدك اللي عنده لانه هو بداية المليون دايما نقول لكم هذه الجملة يعني دايما نقعود نفهمكم بلي الصرف من اهم الاسباب التي تخلينا ندخلهم حاجة اخرى الصرف اللي تحبي تديروا الشيحة يعني بلا ما تحسوا ضغوطات احطوا شحيحة في المطبخ التاعكم انا دايما دايما شحيحة في المطبخ التاعي بلارة عادية بتالي زي بي سيتو معاهم نحط دايما الصرف اللي قعد ليت على المطبخ ساعة خمسمية الفاك ما نحوش نفهم يعني اي مبلغ نحطوه في الأسبوع هكي كلاف الشهر ولا ممكن نرى بطلالة نلقى عندي نصام نلقى عندي خمسين الف ستين الف احط قوي خمسين الف ستين الف وش حديري بها ما نلقي بها ولا نشريها غير حاجات تاع المطبخ حاجات خاصين حاجات صغر اكسسوارة تاع المطبخ منشعبها سريبتات نشري نشري الاسباتيول هدوك ولا نشري ملعق صغر وملعق ديكورة المطبخ حاجات هكالي نحتاجه ملعق 8 تاعهم غالي نحن نطموهم 60 الف ومطوحة تحليل كبيرة وساعات وغير نحن نخرج نحن نفذهم معي نقول ما لديك هكذا تفاتف نجيبهم معي فيدي هذا تحفيز تحفيز هو الذي يجعل نستمر في التحديات المفيد انك تقسمي 250 الف تخليها كما قلت لكم الصرف لك يجي كل سهل وقضي وش حقي يبازي على وجد الوجبات اي اقتراح تضعهم في الفيديو في اسفل التعليقات هكذا لنعرف وش احبب لكم في الفيديو القادم بالنسبة لجد الوجبات اقترحوا لبعدكم الوجبات اسبوعية كل واحد يكتب وش معاولي في الاسبوع التاعه هكذا لنأخذ افكار من عندكم نقول سلام